اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة أيضا سنتكلم عن موضوع اللي يشغل الناس كلها والحديث كله عنها اللي هي موضوع الموازنة قرار الموازنة موازنة عام 2023 ونحن في شهر حزيران شهر السادس بعد ستة أشهر من عام 2023 يقررون موازنة 2023 طبعا بها بنود كثيرة لكن المهم فيها هي ملاحظات ملاحظات عامة أولا يجب أن نقولها وأكد عليها الكثير من الناس المختصين بالاقتصاد والمتابعين لهذا الأمر الاقتصادي واللي يعرفون بقضاء الموازنات وكيف توضع الموازنات المهم الموازنة تم إقرارها طبعا بعد اتفاقات مسبقة بين أحزاب وقوى العملية السياسية وزعوا الحصص والمكاسب واتفقوا لذلك طورت كل هذه الفترة كانوا في نقاشات وحوارات هذه لك وهذه لي ونازل لي ونانا قصد ذاك وهكذا وبالتالي قدموا نسخة من موازنة قدمتها الحكومة يعني كان عليها اتفاق من قبل هذه الأحزاب اتفقوا عليها مسبقا لكي يناقشوها كل الاقتصاديين كل المختصين يؤكدون انه هذه الموازنة ستؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تدهور الاقتصاد كلها تشغيلية غالبيتها تشغيلية غالبيتها صرفيات غريبة عجيبة المبلغ الكبير جدا جدا ليس هناك اي اوجه للتنمية الحديث عن التنمية الحديث عن الزراعة والصناعة والتجارة وقضاء على البطالة هذه كذبة كبيرة غير موجودة نهائيا المهم هو اتفاقات مسبقة ترضي كل هذه الاطراف التي تعتقد انها مالكة العراق وهي تحكم العراق بهذه السلطة الموازنة في كل فقراتها وضعت لتحقيق مصالح الاحزاب الحاكمة وهذا شيء لا يمكن التجاوز عليه المصالح الاحزاب الحاكمة الكتل السياسية المستفيدة من الفساد والشخصيات وهكذا هذا الامر سيؤدي الى فشل مضاعف في ادارة السياسات المالية والاقتصادية والسياسات العامة كلها الموازنة مثل ما قلنا لم تتضرق الى آليات اصلاح وتغيير في قطاعات كبيرة مهمة قطاع الزراع الصناعة النظام المصرفي قطاع الخاص لم نجد فيها اي اي توجهات فعلية نحو تقليل الاعتماد على النفط مثل ما تعرفون النفط يشكل هم يقولون خمسة وتسعين بالمئة وبالتأكيد هو مئة بالمئة كل واردات العراق تحتمد على النفط وكل دول الدنيا العاقلة لديها حكومات وطنية لديها حكومات تحرص على شعبها تحاول ان تقلل من هذا الموضوع لان النفط مادة قابلة للانتهاء اسعارها لا يمكن التحكم بها بداية الموازن لمدة ثلاث سنوات تعتمد على النفط والنفط اسعار غير مضمونة اليوم مئة دولار ممكن تصير يعني غدا بعشرين دولار وبالتالي كارثة كبيرة ستحل ما دام احنا فلذلك ليس هناك اي تأكيد او توجه لتعظيم الارادات الاخرى وجعل النفط يعني على اقل التقليل من ارادات النفط من الاعتماد على ارادات النفط هذه من النقاط المهمة التي يجب ان تأكيدها على الموازنة واي كلام خارج هذا هو كلام شائي وكذب ومحاول للضحك على الناس والناس لن تقبلها الضحك عليها بعد عشرين سنة من القراب حجم الانفاق كبير يعني الموازنة مئة واثين وخمسين مليار دولار الغالبية العظمى فيها هي تشغيلية هذا سيؤدي الى تضخم بالعملة المحلية سيؤدي الى شلل اقتصادي سيؤدي الى وطالة اكثر سيؤدي الى خراب اكثر تدهور بالاقتصاد تدهور في مستقبل العراق لا وجوده للتنمية البنك الدولي سبق وان قال يعني ان العراق يقف على مفترق طرق هكذا قالها وبلغ نقطة قال بلغ نقطة فيها الحلول السريعة محدودة جدا يعني هناك دول تصل الى وضع حرج لكن لديها حلول سريعة تعالج المشكلة البنك الدولي يقول ان العراق وصل الى مفترق طرق والحلول السريعة ربما غير موجودة وواضح ان الاقتصاد العراقي اضحى بحاجة الى التحول الجذري شكل هذه السياسة الاقتصادية اذا كانت هناك سياسة اقتصادية غير صحيحة ومدمرة للعراق وغير حقيقية وعشرين سنة نحن تأتي الاموال من النفوض ونصرفها في فسادهم وخرابهم والعراق من سيء الى اسوأ اذا لدينا بطالة كبيرة جدا جدا هذه ستزداد البطالة مع دخول في كل سنة يدخلون اعداد كبيرة من القوى العاملة الجديدة الى سوق العمل لدينا خرجين بحدود ثلاثمائة الف يدخلون سنوية لدينا غير الخرجين البحثين عن العمل فبالتالي هناك احصائيات تتحدث عن ثمانمائة الف عراق يدخلون سوق العمل سنوية واذا ما حتى لم نقبل بهذه يعني البعض لا يقبل بها لنقول ستمائة الف عدد كبير كم يوظف منهم كم يستطيعون ان يجدوا عمالا لا يزيدون من خمسة عشرين الى خمسين الف والباقي كلها بطالة وهذه تتراكم البطالة واحدة من النقاط المهمة التي اثيرت في قضية الموازنة هي المادة 16 هذه المادة مادة كارثية منذ عام 2004 لغاية عام 2013 لغاية الان ما يسمى هذه الحكومات المتعاقبة اعطت سلف للوزارات سلف لانجاز مشاريع وهذه المشاريع طبعا هذه السلف بمليارات الدولارات المبلغ يقدر اكثر من مئة مليار دولار اعطتهم سلف لانجاز مشاريع وهذه المشاريع لم تنجز خلال العشرين سنة يعني على القل من 2004 الى الان 19 سنة ما يقرب من 20 سنة لم تنجز هذه يعني ماكو مردود بالواقع على ارض الواقع المادة 16 من الموازنة اطفأت كل هذه السلف اطفاء السلف قررت اطفاء هذه السلف اللي معطات للوزارات المؤسسات الهيئات اللي هي تابعة للحكومة وتابعة لحزابها وميليشياتها اذا الحكومة في موازنتها هذه وهذا مجلس النواب الذي وافق عليه ذلك لنقول تقاسموا كل الحصص وتقاسموا كل هذه الشغلات عندما يوافقون على هذا فهم يشرعنون الفساد هذه فساد واضح الفساد اكثر من مئة مليار دولار اعطيت سلف ولم تنجز لم يدققوا لماذا لم تنجز هذه المشاريع وين ذهبت الاموال لا بالعكس الان هم يتحدثون عن عن اطفاء هذه الديون ووافقوا على اطفاء هذه الدون ها يعني يعني اين ذهبت هذه السلف كان يجب ان يسأل يعني لكن لا احد يريد محاسبة احد وعفى الله عما سلف مثل ما يقولون هما والشعب العراقي هذه امواله لان هم يقولون في الدستور في اعلى الدستور يقولون النفط ملك الشعب العراقي والاموال تأتي عن طريق بيع النفط اذا اموال الشعب العراقي هذه هم يعطون من اموال الشعب العراقي ومو من اموالهم الخاصة ويصدرون قرارات يعفون من اخذوا هذه الاموال ومن فسدوا فيها وهربوها وصرقوها اكثر من مئة مليار دولار هذه احدى احدى المشاكل الكبيرة التي يعني التي تظهرها هذه الموازنة التي يقولون انها موازنة جديدة وستقود العراق الى النهوض و الى الاعمار و الى الازدهار وقت هذه الحلقة اعزائي المشاهدين قد انتهى لا يكفي سنتحدث في الحلقة القادمة عن نفس الموضوع الموازنة سنكمل الحديث فيها الى ذلك الهين استوبعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة